مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نحول سوا هالماكرونة او اي نوع ماكرونة عندكم ياها لخبز محمص انا بحبه محمص فحمصته وصار عندي خبز بهيدا الشكل تخيلوا من الماكرونة قدرت اعمل خبز سهل وسريع خاصة ازا ما عندكم تحين كفاية لتعملوا خبز وعندكم ماكرونة فيكن تحولوا بكل بساطة لأطيب خبز طعمته ما رح تفرق شيء ابدا عن الخبز العادي اول خطوة بدنا كباي ونص من اي نوع ماكرونة بتحبوها المهم تكون اشكال بهيدا الشكل مش سباكتتي اي نوع ماكرونة بدنا منها كوب ونص رح اغمرها بالماء ما في مقدار معين للماء بس مجرد على النظر اغمرها بالماء حتى تصير الماء فوق الماكرونة هلا بهيدا الشكل رح خليها تش الماكرونة ورح اغطيها ورح خليها ليلي كاملة تنقع الماكرونة بالماء تاني يوم هيدا بقى صارت تاني يوم من بعد ما نقعتهم تقريبا 24 ساعة طرية الماكرونة وصار فينا نشتغل فيها رح صفي الماكرونة من المي هيدا المي ما بقى بدنا اياها رح كبه ورح اصفي الماكرونة كتير منيح من بعد ما صفيت الماكرونة بهيدا الشكل هلا رح نزل الماكرونة من بعد ما صفيتها رح حطها بيجات ورح ديف فوقها رشة ملاح ونص مع الاصغيرة من البايكينج باودر ومع الاصغيرة من الزيت النباتة هلا رح ادعك هالمكونات مع بعض الماكرونة صارت كتير طرية وبرجع بقول اي نوع ماكرونة مقطعة في اي شكل بتحبو فيكن تستعملو رح اضلني عم بفرقن هالمكونات كلياتهم مع بعض لحتى احصل على خليطي بيشبه خليط العجينة متل ما شايفين بهذا الشكل صارت عندي ما بقى مبينين الماكرونة انتحنوا بايده هلا عندي هون طحين رح ديف رشات بسيطة من الطحين ما بتاخد يعني تقريبا ربع كوب من الطحين لحتى تصير عندي عجينة متماسكة رح قلب هالمكونات كلها ياتا رح اعجنها لحد ما احصل على عجينة متماسكة رح اعجنها منيح لانه هلا متل ما شايفين بعضها عم تتقطع معي رح استمر بالعجن حوالي دقيقتين لحتى تصير عندي ناعمة بهيدا الشكل بس تصير عندي ناعمة وشكلها هيك بهيدا الشكل هلا رح حطها بيجات ورح اضيف فوقها حوالي المعلقة صغيرة من الزيت النباتة ورح خلي كل العجينة تتغطى بالزيت لحتى تصير العجينة متل الملبن هلا هيدا العجينة رح خليها ترتاح ورح غطيها لحتى ترتاح هون الهدف من الرياحة بس من شاء لما اجي افردها ما تتقطع معي طبعا ما رح تتخمر لانه ما فيها اي مادة لحتى تخمرها ما حطينا خميرة بس مجرد رياحة لحتى بس نجي نفردها ما تتقطع معنا من بعد ما ريحت حوالي نص ساعة رشيت السطح عندي بالتحين وحطيت العجينة مع رشة بسيطة على الوجه بهيدا الشكل رح اغطيها بالتحين بس لحتى اقدر اشتغل فيها مظبوط من بعد ما حطيت عليها طحين هلا رح اخدها واعملها على شكل قسطوانة لحتى نقطعها قطع قضما احنا منحبها هلا هي تطلع العجينة صغيرة اذا بتحبوا تجربوا فيكن تجربوا هاي الكمية حتى ما تطلع عندكم كمية كبيرة من العجين رح اقطعها فيكن تقطعوها متل ما شايفين قطع صغار بيطلع معكن رغيف صغير وفيكن تقطعوها قطع كبيرة حسب ما انتو بتحبوا متل ما شايفين شكلها كتير حلو العجينة كأنه عجينة عادية من لطحين والماء وما حدا بيخطر بباله انه هاي دي العجينة من الماكرونة متل ما شايفين اخدت العجينة اقطعتها اربع قطع وسط وعملتها على شكل طابة وكل قطعة رح افردها لحتى تصير عندي شكل الرغيف طبعا بحط طحين على الوجه وعلى القفة وراح افرد العجينة لحد ما احصل على الرغيف فيكن تسمكو فيكن ترققو حسب ما انتو بتحبو انا حبيت رقق العجينة لحتى تطلع معي محمصة فيكن تخلوها اسمك شوي لحتى تطلع معكن طرية مية بالمية متل ما شايفين مديتوا لسار بشكل الرغيف عملت الاربعة بنفس الطريقة هلأ رح اخد اول الرغيف وراحكون محمية الطواية ابا انا وعم بشتغل بدي يكون محمية الطواية حاطتها على نار خفيفة ومن بعد ما تكون حمية بس حط الرغيف باوي النار شوي زيادة عليها وبخليها لحد ما يستوي العجينة بحبش لشغلي هون انو العجينة ما رح ترفخ عنها لانو ما فيها خميرة ابدا بس مجرد يتغير لونة وتاخد لون دهبة حلو بتكون صارت عنا مستوية متل ما شايفين قوت النار شوي زيادة وراح بلش قلب فيها لحد ما احصل على اللون الدهبة المميز يلي بيكون بالخبز طبعا بدأ شوية تصبر ما بتأول نار على الاخر الاخر ما بدنا اياها تحترق من برا وتكون بعدها من جوة نية بدأ شوية تصبر شوية شوية بتاخد لون مع التقليب متل ما شايفين بتحاول بترفخ شوية صغيرة بيطلع مثل فقط قيع صغار من الخبز بس ما بترفخ كتير متل ما شايفين بلشت تاخد عنا اللون الدهبة وبعد ما قلبتها وبلشت عندي تستوي ما بترفخ متل ما قلنا بس بتستوي ومتل ما شايفين طلعتهم من النار وكل ما بتطلعوا رغيف عن النار بتغطوه دهري هو وصخن لحتى تحافظوا على طاروتو بس انا متل ما خبرتكن رققتوا على الاخير لحتى احصل على رغيف خبز محمص طيب كتير هالنوع من الخبز خاصة مع اللبنة او مع الزيت والزعتر بنصحكم كتير تجربوه كتير مميز طعمته ولا بتقولوا انه من الماكرونة طعمته خبز عادي ما في شيء ابدا متل ما لاحظتوا مكوناته كتير بسيطة موجودة بكل بيت شوية ماكرونة وشوية تحين طلع عنا اطيب خبز ونبقى لكم صحبا ترجمة نانسي قنقر